دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الأول الدرس العاشر حامد من أنت؟ محمد أنا طالب بالجامعة حامد أأنت طالب جديد؟ محمد نعم أنا طالب جديد حامد من أين أنت؟ محمد أنا من الهندي حامد ما اسمك؟ محمد اسمي محمد حامد ومن هذا الفتى الذي معك؟ محمد هو زميلي حامد أهو أيضا من الهندي؟ محمد لا هو من الياباني حامد ما اسمه؟ محمد اسمه حمزة حامد ما لغتك يا محمد؟ محمد لغة الأردية حامد أهي لغة سهلة؟ محمد نعم هي لغة سهلة حامد وحمزة ما لغته؟ محمد لغته اليابانية وهي لغة صعبة اللغة اليابانية حامد أين أبوك يا محمد؟ محمد أبي في الكويت هو طبيب شهير حامد وأين أمك؟ محمد هي أيضا في الكويت مع أبي هي مدرسة هناك حامد أذهبت إلى الكويت يا محمد؟ محمد نعم ذهبت حامد وزميلك أين أبوه؟ محمد أبوه في الياباني هو تاجر كبير حامد ألك أخ يا محمد؟ محمد نعم لي أخ واحد اسمه أسامة وهو معي هنا في المدينة المنورة ولي أخت واحدة اسمها زينب وهي في العراق مع زوجها زوجها مهندس حامد أعندك سيارة يا أخي؟ محمد لا ما عندي سيارة عندي دراجة حمزة عنده سيارة تمارين أجب عن الأسئلة الآتية ما اسمك؟ من أين أنت؟ ما لغتك؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ ألك أخ؟ ألك أخت؟ أعندك سيارة أعندك دراجة أعندك قلم أعندك دفتر أأبوك تاجر من أين محمد؟ ما لغته؟ أين أبوه؟ أين أمه؟ من أين حمزة؟ ما لغته؟ أين أبوه؟ أين زينب؟ أين زوجها؟ أزوجها مدرس؟ ضعف الفراغ فيما يلي الضمير هو ها هذه البنت طالبة اسم زينب محمد طبيب وابن مهندس هذا الرجل تاجر كبير إسم عبد الله آمينة في الغرفة وأم في المطبخ عائشة طبيبة وأخت ممرضة خرج محمد من الفصل وخرج معه زميل هاتي خمسة أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي أعندك قلم؟ نعم أعندك قلم؟ لا ما عندي قلم؟ تَأَمَّلْ مَا يَلِي بَيْتٌ بَيْتِ بَيْتُكَ بَيْتُهُ بَيْتُهُ بَيْتُهَا أَضِفِ الْأَسْمَاءَ الْآتِيَةَ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ فِي الْمِثَالِ قلم هذا قلمي هذا قلمك هذا قلمه هذا قلمها كتاب سرير اسم منديل ابن سيارة سيارة مفتاح يد اقرأ لي لك لَهُ لَهُ لَهَا لِي أُخْتٌ وَاحِدَةٌ أَلَكَ أَخٌ لَا مَا لِي أَخٌ أُخْتِي لَهَا طِفْلٌ صَغِيرٌ تَرَمِدٌ تَحْنًا تَحْنُ تَحْنُّ شَی conversation الطبيب مع المهندس جلس المدرس مع المدير من معك يا علي معي زميلي آمنة معها زوجها خرج أبي من البيت من خرج معه خرج معه عمي بيت بيتك بيته بيتها بيتي أب أبوك أبوه أبوها أبي أخ أخوك أخوه أخوها أخي أبي وأمي في البيت أين أبوك يا حامد ذهب إلى السوق أخوك طبيب لا هو مدرس زينب في الرياض أخوها في الطائف وأبوها في المدينة المنورة هذا الطالب أبوه وزير وأخوه تاجر كبير ذهب أخي إلى المدرسة وذهب أبي إلى الجامعة محمد خالد حامد عباس محمود حمزة طلحة أسامة معاوية عكرمة اقرأ الأسماء الآتية واضبط أواخرها خالد حمزة عمار أنس معاوية حامد أسامة عكرمة عباس محمد طلحة الكلمات الجديدة الزميل الزوج واحد فتن مع الطفل الكويت اللغة 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 شكرا